ينضم إلينا للتحليل من رمالة سيد صلاح الخواجة الباحث والمتخصص في شؤوني الاستيطان أهلا بك سيد صلاح على شاشتنا الغد أولا لماذا نطال هكذا بيان ومشترك يا سيدي في هذا التوقيت ما الذي نفهمه؟ هذا يعبر مرة أخرى عن أزمة داخلية في إطار الأجهزة الأمنية التي تعتبر الأجهزة الأمنية الرئيسية سواء ما بين وزير جيش الاحتلال وبن غفير والآن يتطور الأمر ما بين الشباك والشرطة وجيش الاحتلال ردا على بن غفير والسياستي الذي دعا مؤخرا إلى استمرار في عملية زر البؤر الاستيطانية واسمو تريش الذي طالب سابقا بحرق بلدة حوارة واليوم نحن نرى مجزرة جديدة قد تكون الأبشع في عمليات الدمار والتخريب والتنكيل وحتى الإبادة في داخل بعض البيوت هناك أطفال في عائلة واحدة تصع أطفال في بيت واحد تم حرقه من قبل قطعان المستضيني هذه الأزمة ما بين مسؤول ما يسمى مسؤول أمن القوم بن غفير وما بين الأجهزة الأمنية التي تعمل في مناطق الضبطة الغربية وهذه الأزمة بدأت تعكس بظلالها وهي امتداد لأولاف جيلينت وزير جيش الاحتلال مع نيتانياهو سابقا حينما كان هناك خلاف على موضوع تعيين القضاء في المحكمة العليا وقام بمؤتمر صحفي في ظل نيتانياهو خارج دولة الاحتلال وأعلن عن موقفي صراحة بأن يطالب بوقف أي إجراءات في عملية التغيير القضائي اليوم هناك الأزمة تمتد حتى في مناطق الضبطة الفلسطينية حينما يكون صلاحية سموتريتش في موضوع الاستيطان يلغي مراحل في عملية الإعلان عن أي بناء لوحدات استيطانية من أربع مراحل إلى مرحلتين مرحلة تجنيد الأموال والذي هو بشكل مباشر يقوم بذلك بصفته وزير المالية ومرحلة التنفيذ والإعلان عن المخططات بصفته مرجعية للإدارة المدنية وبالتالي نحن أمام موجة جديدة من الخلافات الذي سيكون سموتريتش يلغي دور الحكومة يلغي دور ما تسمى بالمؤسسات الأمنية وهذا التطور وصل حتى إلياهو بريفر من حزب الليكود الذي صرح اليوم وقال أن سلوك المستوطنين يذكرهم بالسلوك الحيواني وبالتالي هذه الأزمة تمتد وتتسع في إطار التحالف اليمين المتطرف ما بين الليكود وزعامة نتنياهو وما بين الأحزاب الأخرى المتطرفة أنا فهمت ما تشيري لي يا سيد صلاح لكن يعني دعني أتبادل معك أطرف الحديث كما يقال يا سيدي هو فعلا خلاف أم هي مناورة سياسية يعني كل يوم الحكومة تطالعنا بفكرة بناء ألاف المستوطنات والبيوت الجديدة والحجج يعني حدث ولا حرج هدم بيوت من زاوية وبناء بيوت أخرى ومستوطنات من زاوية أخرى ثم نرى انشقاق داخل الحكومة بأنه لابد من عدم انصياع لفكرة المستوطنات الكثيرة وإدانات غربية وإدانات أخرى أمريكية ومن ثم قادة أمنيون وإسرائيليون في بيانات مشتركة بيدينوا الأفعال من قبل المستوطنين ثم ربما في صبيحة اليوم التالي نطالع بيانات أخرى لبناء ألاف مستوطنات جديدة سيد صلاح فالسؤال هي منورة سياسية أو هو فكرة يعني أوجود درجة ما من الإصلاحات عند خلاف القرارات يعني الإسرائيلي هو الخلاف حقيقة أن الخلاف ذو وجهين الأول محاولة تفهم الضغط الدولي أنهم لا يريدوا أن يكون هناك ضغط أوسع دوليا على دولة الاحتلال وعزل دولة الاحتلال هذا ما يراه بعض من أحزاب اليكود أن الاستمرار في هذه السياسة تكرب من إمكانية عزل دولة الاحتلال وهذا واقعي وحقيقي أنهم يريدوا أن يقوموا بحسم عمليات فرض الأمر الواقع التهويدي للسيطرة على أكثر من 40% من مناطق الضفة الفلسطينية ومساعد مناطق جيمية 65% والخلاف الثاني هو على الأدوار أن بعض الأحزاب المؤتلفة في حكومة نيتانياهو تعتقد أن حسم الصراع في مناطق الضفة الفلسطينية هو بتعزيز البنى التحتية والانتشار في دعم المستوطنات والاعتراب بالبؤر السلطانية وهذا ما جاء في برنامج الاقتلاف الحكومي من بين أحزاب اليكود بزعامة نيتانياهو ومن بين سموتريش وبنغافير ولكن الأدوار التي هي على الأرض تتعدى وتتجاوز موضوع حسم السيطرة على الأراضي بل ارتكاب مجازف بشكل عالمي من كبال كتعان المستوطنين وهذا أصبح هناك إدانة كبيرة من الاتحاد الأوروبي وأنا كنت في جولة شاركت بها من قناص الاتحاد الأوروبي لأول مرة يكون تصريح ممثل الاتحاد الأوروبي يتحدث بشكل مباشر ليس عن التنديد والاستنقار والقلق بل طالب باتخاذ قرارات لمعاقبة المرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وقال بالحرف الواحد هذا يذكر ما جرى قبل 74 عام من النقبة للفلسطينيين نحن كيف يمكن أن نستفيد من هذه الحالة وما هي الخطوات التي يجب على البيت القصيد أن تبني على هذه الحالة وهذا هو المطلوب الآن ليس برؤية الموقف الإسرائيلي بل ما هو المطلوب مننا فلسطينيا للبناء في عزل إسرائيل على المستوى الدولي أنا بشكرك على هذه الجملة الأخيرة هذا هو بيت القصيد ما الذي يجب على الطرف أو الجانب الفلسطيني أن يفعله الآن شكرا جزيلا ضيفي من رمالة سيد صلاح الخواجة الباحث المتخصص في شؤون الاستيطان شرفتنا للغاية على شاشة الغد شكرا جزيلا ضيفي من رمالة شكرا جزيلا ضيفي من رمالة